اللحظة الأولى لبدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولم تدخر الدولة المصرية جهداً لوقف هذا التصعيد الذي خلف آلاف الشهداء والمصابين ودمر البنية التحتية وفرض حصاراً على القطاع ترك معه سكان غزة دون ماء أو طعام أو دواء وحتى بلا كهرباء وعلى قدم وساق تعمل مصر بقيادتها السياسية وديبلوماسيتها الخارجية من أجل وقف وطيرة العنف المتصاعدة في قطاع غزة والمناطق الأخرى وما صاحب ذلك من تدهور للأوضاع الأمنية والإنسانية وزهق بأرواح العديد من المدنيين الأبرياء مؤكداً على ضرورة تنسيق الجهود الدولية لحفظ الأطراف على انتهاج مسار التهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس للحيلولة دون الانزلاق في مسار دموي سيدفع ثمنه المزيد من المدنيين الأبرياء وستمتد تبعاته الأمنية للمنطقة برمتها اتصالات من هنا ومبادرات من هناك وبينهما لقاءات بين المسؤولين المصريين والمسؤولين الإقليميين والدوليين لقاءات شهدت التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للعمل على الوقف الفوري للعنف واستعادة التهدئة واتخاذ إجراءات فورية وفعالة لحماية المدنيين ومنع تعريضهم لمخاطر القتل والتشريد والدمار بالإضافة إلى توفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع وعدم تعريضهم لسياسات العقاب الجماعي من حصار وتجويع أو تهجير ومع تكرار هذا الوضع المأسوي الذي يعيشه الفلسطينيون من آن إلى آخر شددت مصر مراراً ولا زالت على أهمية الدفع نحو الحل الجذري والدائم للأوضاع الراهنة المتأزمة من خلال العمل على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وهو ما يستوجب من كافة الأطراف دعم التوصل للسلام العادل والشامل القائم على أساس حل الدولتين وفق مرجعيات الشرعية الدولية بما يحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويحقق الأمن لجميع شعوب المنطقة وبينما يعاني قطاع غزة المحاصر منذ نحو أسبوع من أوضاع أنسانية متفاقمة خصصت مصر مطار العريش الدولي لتلقي المساعدات الدولية ودعت جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات لقطاع غزة إلى إصال تلك المساعدات لمطار العريش الذي استقبل بالفعل عددا من الطائرات المحملة بمواد إغاثية ترجمة نانسي قنقر